وفقاً لأحدث المعلومات الاستخباراتية الأوروبية فإن خالد باطرفي يكافح من أجل توحيد صفوف تنظيم القاعدة في جزيرة العرب المنقسمة والمضطربة بعد أن أصبح زعيماً في الثالث والعشرين من شهر شباط فبراير كافح باطرفي من أجل إخماد حريق الانقسامات والصراعات الداخلية في الوقت الذي كان يعاني فيه أيضاً من تضاؤل الموارد المالية والعسكرية تشير وسائل إعلام القاعدة في جزيرة العرب إلى أنه بدلاً من إعطاء الأمل الواعد لأعضائه اختار باطرفي اتباع نهج يناسب شخصيته وقام بتهديدهم بمزيد من عمليات الإعدام كانت سمعة باطرفي الداخلية سيئة لأنه كان يلعب دوراً قيادياً في عمليات الإعدام حتى في عهد الزعيم السابق قاسم الريمي كانت هناك تحديات تواجه قيادة الباطرفي منذ البداية نظراً لأن العديد من قد التنظيم القاعدة في جزيرة العرب لم يجدوه مؤهلاً للوظيفة هناك محاوف داخل القاعدة في جزيرة العرب من أن قيادة باطرفي ستكون علامة بارزة في إضعاف فرع تنظيم القاعدة بشكل لا يمكن إصلاحه رد باطرفي على هذه المشاكل الداخلية بمزيد من التهديدات وأشار إلى أنه على استعداد لوصف أي معارضة على أنها حالة تسلل محتملة مما أدى إلى عمليات إعدام كانت دعوته لأعضائه غير ملهمة تماماً توقفوا عن النميمة وإلا سأعدمكم كالجواسيس تشير أحدث المعلومات الاستخباراتية الأوروبية إلى أن باطرفي بشخصيته غير الملهمة فشل في وقف الغضب المحتدم ضد قيادته مع تضاؤل الموارد باطرفي غير قادر على الاحتفاظ بالأفراد الذين يمكن جذبهم إلى جماعات المسلحة الأخرى التي تحصل على تمويل أفضل في اليمن القبائل اليمنية ترفض بالفعل تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب وتبدل قصار جهدها لحماية شبابها من سرقتهم بالانضمام للتنظيم فوق كل ذلك يتعين على باطرفي الآن التعامل مع التحديات غير المسبوقة التي يسببها فيروس كوفيد-19 لا يتعلق الأمر فقط بالمخاطر الصحية ولكن أيضاً بتشفيف تدفق الأموال إلى القاعدة في شبه جزيرة العرب بسبب التباطئ الاقتصادي العالمي وهو أمر من المحتمل أن يزداد سوءاً ويستمر لعدة سنوات هناك العديد من الأعضاء في القاعدة في شبه جزيرة العرب ممن لن يدعو عائلاتهم تموت من الفقر والجوع بينما يحاول باطرفي تعلم المهارات الإدارية في العمل تشير كل هذه التحديات إلى أن باطرفي قد لا يتمكن من الحفاظ على وحدة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب فالصعوبات التي يواجهها باطرفي إلى جانب فقدان تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب للزخم في جنوب شرق اليمن يشير إلى أن باطرفي قد يقود التنظيم إلى انقسامات حقيقية قد يكون هذا منطقياً لباطرفي فإذا لم يتمكن من السيطرة على فرع التنظيم بأكمله فسوف يرغف السيطرة على جزء أصغر إذا انقسمت تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب بالفعل تحت حكم باطرفي فستكون هذه نتيجة مناسبة لنقاط ضعف باطرفي وعدزه